السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بسام الشمع الرازي هذا الطبيب الفيلسوف الشهير اللي توفي سنة 925 ميلاديا ولد في مدينة الراي شمال إيران بالقرب من تهران كده وللجنوب منها هو أول من ابتكر خيوط الجراحة وابتكرها من أمع القطة هو كمان أول من صنع المراهم من الزئبق وأول واحد فرق في الطب بين النزيف الوريدي والنزيف الشرياني وهو أول من أدخل الملينات في علم الصيدلة وهو كمان أول من اعتبر أن الحم عرض وليس مرض وكمان وصف البول الاستفادة منه بمعلومات في دوف العلاج ونصح بتجنب الأدوية الكيميائية لو هناك علاج بالغزاء الأكل يعني أو العشاب وقدم شرح مفصل للأمراض الباطنية والأطفال والنساء والولادة والعيون والجراحة وأول من كتب في طب الأطفال ابتكر خيوط ضم الجروح وأول من دون ملاحظاته على مرضاه وتطور المرض وأثر العلاج فيه يعني زي الهيستري بتاع المريض وهو أول من وصف الجدري والحسبة وقال بالأمراض الوراثية هو أول من أجر عملية جراحية لإزالة الميا البيضة والزرع من عين الإنسان وشاركه في كده الفضل كحال والحقيقة أنه هو استعمل العوامل المساعدة على التخدير وغلف حبات الدواء المر بغلاف من السكر كتابه الشهير الحاوي في الطب قعد 15 سنة يكتب فيه وتبع في البندقية 1509 وخدوا بالكم أنه هو توفي 925 ميلاديا أيضا كتاب الحاوي يتبع في باريس مرتين 1528 و 1748 لدرجة أن لويس 11 دفع مبلغ من الدهب والفضل علشان يستعيره للحاوي الطبيب الفيلسوف أكتر من كتاب من ضمن العنوين بتاعتهم من لا يحضره طبيب سر الأسرار برق الساعة دي كلها كتب هو كتبها طب الفقراء طب النفوس طب الملكي الحقيقة ده يخلي الرازي واحد من أشهر وأكثر الأطباء في التاريخ تأثيرا لدرجة أن جامعة برينستن بالولايات المتحدة الأمريكية لحد دلوقتي بتطلق على جناح كبير من أجنحتها وهي طبعا جامعة شهيرة جدا في العالم اسم الرازي وكلية الطب في جامعة باريس عملاله نصف تسكاري وصورته في شارع سانجرما بباريس الرازي الطبيب الفيلسوف أحداث وشخصيات في تاريخ الإسلام قراءة بسام الشمع إخراج سارة الحريرية رمضان كريم